لانتقال طاقوي بالجزائر دون الذهاب نحو ثورة تشريعية محفزة تضع مزايا جبائية وضاربية في استهلاك الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة التحدي هو لازم نسرع يعني بكل صراحة نظن بلي حتى 15 ألف ميجاوات غير كافي غير كافي لازم نزيد أكثر ولو ما ننساش بالصحب اللي لازم استثمارات تاني كذلك انتقال طاقوي يوصل خبراء في المجال بحتمية الذهاب إليه بتبني مزيج طاقوي يترافق معه توسيع استعمال المصادر البديلة مع استغلال جميع مؤهلات البلاد في ميدان المصادر الأحفورية لكي نغير سياسات متعنا تكون سياسة طاقوية اللي تمشي بزج رجلين على الطاقات المتجددة والمحروقات أيضاً نقلة طاقوية ينشد عبرها المختصون أن تتخذ الطابعة التدريجية في تجسيدها عبر تنفيذ مشاريع نموذجية قبل الذهاب نحو المنشآت العملاقة لتجنب الأخطاء وسوء التقدير من ناحية الموارد المتاحة الجزائر تسخر بالطاقة الشمسية، بالطاقة الرياح، بالطاقة توسية في الجيوترمي وأدخل أنواع أخرى من الطاقات وبالتالي من خلال بلوارة تصور متعدد الأطراف الذي يسمح للجميع المشاركة واستباق بعض الأخطار وتعتزم الجزائر إنتاج 15 ألف ميجاوات انطلاقاً من مصادرة متجددة في آفاق 2030 بالتزامن مع إطلاق خطة جديدة للانتقال الطاقوي صادق عليها مجلس الوزراء الجزائري مؤخراً